الهيئة المغربية لسوق رساميل تتوج الفائزين في النسخة الأولى لجائزة البحث العلمي وذلك تشجيعا منها للبحث العلمي في مواضيع اقتصادية ومالية متعلقة بالاقتصاد المغربي وسوق الرساميل ذات الأهمية بالنسبة لها وصعيا منها أيضا إلى توطيد روابطها بالعالم الأكاديمي هذه مبادرة من الهيئة من أجل تشجيع البحث العلمي في ميدان سوق الرساميل والإشكالات التي تتطرق إليها الهيئة داخل اتمامتها الجائزة الأولى حظي بها كاريم بالقايد حول التفاعلات الدينامية بين أسواق البرصة المغربية والعالمية خولد أحماني نالت الجائزة الثانية في هذه الدورة عن موضوع النمذج الرياضي للمالية التشاركية كما حظي وصفها المهدف الروحي بالجائزة عن بحث تناول السلوكات المحاكاتية داخل سوق البرصة المغربية من وجهة نظر الشخصية هذا النوع من المبادرات والتظاهرات المنظمة من طرف الهيئات العمومية الاقتصادية كالهيئة المغربية لسوق الرسميل وهيئات أخرى هام جدا لأنه يشجع الشباب الباحثة والشباب الدكاترة لإنتاج أبحاث علمية على مستوى عالي النسخة الأولى لجائزة البحث العلمي المنظم من طرف الهيئة المغربية لسوق الرسميل وبدعم من مجلسها العلمي انطلقت شهر يونيو من السنة الماضية وعرفت إقبالا كبيرا عليها من طرف الباحثين وهي النسخة التي أشرفت عليها لجنة علمية من المجلس العلمي للهيئة التي تضم أكاديميين وخبراء مغاربة وأجانب في المجالين الاقتصادي والمالي مهمة